بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشارك وكرم وغارك وعظم وعلى صحبك والتابعين وتابعين لإجساني في اليوم الدين وعلينا معهم في كل لمحة ونفسنا على دماوس أعجم الضاء مبعث نكم القراءة وشرح كتاب الإتقان في علوم القرآن للإمام جلال الدين عبد الرحمن ابن الكمال أبي بكر الصيوطي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلوم علوم الشيخي وتلامذته وقراء مصنفات وصفحيات الدارين آمين ومازلنا في النوع الأربعين في معرفة معاني الأدوات التي يحتاج إليها المفسر في آخر حرف الكاذف كم كي كيف نفعن بقى معاني الثلاث حروف دول حروف وأسماء هي تعتبر أسماء كي حرف لكن كم اسم وكيف في اسم لكن كي حرف كم بقى دي دي شغلانة كم ليه لأن كم أصلا مبهمة في العدد زي متى مبهمة في الزمان وزي أين مبهمة في المكان وزي كيف مبهمة في الحال يبقى أنا أسأل كم يبقى أنا أسأل عن عدد مبهم أسأل متى بأسأل عن زمان مبهم غير مفهوم أين أسأل عن مكان مبهم كيف أسأل على إيه على الحال مبهم لا يقال في الله أين ولا متى ولا كيف لأن هذه الأشياء تسأل عن المخلوق لكن الخلق لا كيف لا كان قبل المتى وكان قبل الأين سبحانه وتعالى لأنه لا يحد وحد والعجيب ابن تيميه له كتاب مألفه إثبات الحد إلى الله يعني عنوانه كفر عنوانه كفر وابن تيميه ده بقى شيخ الإسلام عند مين عند المجسمة المجرمين الوهبية اللي بيسموا نفسهم أهل السنة الجمعين ويعتقدوا فيه العسنة ولا يخطئ عندهم لا يخطئ ولكن النبي قد يخطئ في غير الوحي عندهم اعتقدهم كده النبي قد يخطئ في غير الوحي يعني في الأمور الدنيوية لكن ابن تيميه لا يخطئ لا دنيا ولا أخ هاجة غريبة الشكل عشان تعرف بس المجانين المهديل اللي ممالوا الدنيا ضجيج على مدى 200 سنة وغشوا الناس دجاجلة من دجاجلة العصر ووجب التنبيه عليهم والتنبيه على من يؤيدوه في العلوم يعني أي وهاب بيأيد عالم هذه تهمة في العالم وأي وهاب بيتهم عالم هذه في صحيفة حسنات العالم لأنه جاهل ما يعرفش المقياس اللي بي يعرف العالم فيه بهم تبقى فناخد بأنه يبقى كم أين متى كيف كلها أسئلة عن مبهمات كم مبهم في العدد أين مبهم في المكان متى مبهم في الزمان كيف مبهم في الحياة كويس نشوف بقى كم بقى حكيتها المقدمة دي على فكرة قالها الزركاش في كتابة في البرهان مقدمة لطيفة لكن ما قالهاش الإمام إيه السيودي بيقول لك كم اسم مبني لازم الصدر لازم الصدر يعني تملي ييجي في صدر الكلام أولي تبتدي بيه تبتدي بقى تملي يبقى لازم الصدر يعني يعني يتصدر الجملة يبقى في أول الكلام مبهم مبهم يعني يعني مش عارفت أحدده عشان كده بسأل مفتقر للتمييز يعني أنا ما أقول لك كم عدد إيه عدد الكتب عدد البيض عدد السندويتشات عدد التلمزة عدد المصلين يبقى يفتقر لتمييز تبقى إزاي أهم قالك كم عدد تقول لي عدد مين عدد مين يبقى تمييز عايز تمييز يبقى إزاي يبقى 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 إيه للتميي وتارد استفهامية ولم تقع في القرآن مجاتش كيفة يراد بها الاستفهام في إيه في القرآن أصلي كم مجاتش كم إيه ويراد بها الاستفهام في القرآن خد بالك لما تأتي استفهامية واخد بالك نقول إيه نجيب الاسم اللي بعدها منصوب أقول لك مثلا إيه كم مسلما صلى الصبح الآن في مسجد الأشرف كم مسلما شفت يبقى أنا بس أل هنا عن العدد ويبقى يبقى الاسم اللي يجي بعدها يجي إيه منصوب لكن لو كانت أقصد خبرية كم مسلم صلى في هذا الصباح أقصد بها التكسير شوف بس لما أقصد بها التكسير أعمل إيه أكثر اللي بعدها ومعرف أن أنا مش عايز إجابة كم مسلم صلى وسجد لله في كل صباح مليار وشوية لك أنا مش بس أل على العدد لأنا بقى أقصد التكسير يبقى لو أنا أقصد التكسير وتبقى خبرية يبقى الاسم بعدها إيه مكسور ولو أنا بس أل عليها استفهامية وعايز جواب يبقى الاسم بعدها منصوب حاجات مهمة تاخد بالك منها وتريد استفهامية تكتب وتزودها في يونصب ما بعدها تزودها بقى تريد استفهامية فينصب ما بعدها نحو كم رجلا ضربت المثال ده جابوا الزر كاشف غاوا يضربوا تملي الأمثلات وقال ليصال زي ده درب عمر تملي بالضرب كده عشان يمكن الدرب بيفا وأخذ بقى يبقى إيه نحو كم رجلا ضربت وأخذ بقى يبقى كده استفهامية ولم تقع في القرآن الاستفهامية وخبرية دي خبر بمعنى كثير فيجر ما بعدها زول بقى فيجر إيه ما بعدها نحو كم عبد ملكت ده المثال برضو اللي جابوا الزر كاشف كم عبد ملكت تكملت الكلام اللي قالوا الزر كاشف فيها وقد تدخل عليها ايه من تدخل عليها ايه من تدخل عليها من وكم من ملك كثير بها تدخل معها من وكم من ملك في السماوات وكم من قرية اهلكناه وكم قصمنا من قرية فايه كثير ما تدخل معها من فهمت وعن الكسائي بيقول لك هنا الإمام السيوتي وإنما تقع غالبا في مقام الافتخار والمبهى وكم من ملك في السماوات يبقى ربنا يخصد المبهى بكثرة ما خلق من ايه من الملك مش بيسألك هدوهم يعني وكذلك وكم من قرية اهلكناها التكثير مطلق التكثير وكم قصمنا من قرية وعن الكسائي ان اصلها كما قال الكسائي جاف لنا حتة كده غريبة ما وفقوش عليها البصريون قال لك ده هي اصل كم دي اصلها كما بس ايه احزفنا الالف زي لمة هي اصلها لمة فبقت لمة بس او زي ايه فيقول لك ايه كما فحزفت الالف مثل بما ولمة وحكاه الزجاج عنهم وما عجبوش ردوا قال الكسائي بيقول كده بس ما يصحش كسائي ليه طب ليه ليه ما يصحش عشان لو كانت الالف محزوفة كنا نقول كما مش كما لان لما نحزف الالف اللي يحل محلها ايه الفتحة فالفتحة اما شبعها بقيت الالف لما احزفها اخلي الحرف ايه منصوب فالزجاج عنده وجاها في الكلام فارد الكلمة بتاعت ايه بتاعت الكسائي ورده بانه لو كان كذلك لكانت مفتوحة كلمين الحتة اللطيفة قال لها الزركاشي برضو في الحتة دي في كام بيقول ايه ان كام دي مفردة لفظا جمع معنا مفردة ايه لفظا وجمع معنا وممكن طالما كده بالاعتبار الدميرين ده ايه ممكن ايه يجوز في دميرها الامران يجي الدمير بعدها على الافراد وممكن يجي الدمير بعدها على ايه على الجامع على حسب الى انها يجوز فيها الاثنين فيم زي ايه مثلا في المثال اللي جابه قال تعالى وكم من ملك في السماوات ثم قال بعدها ايه لا تغني ايه شفاعتهم ما قالش شفاعته مالك ملك كان حالي كان لتغني شفاعته قال شفاعتهم يبقى جابة هنا ايه عاد عليها الدمير بالجامع يعني باعتبر معناها مش باعتبر لفظها واضح طيب وقال تعالى كذلك كم من قرية اهلكناها فجاءها بأسنا بياتا او هم قائلوا شف برضو عاد عليها ايه بالجامع كده خلصنا كم ولفناها من الزركاشي في البرهان على الصيوتي في الاتقان حلوة الجامعة دي طيب الله تعجب كاي بقى ما جاتش في البرهان ما جابش كاي في البرهان واخد بقى عشان كده ما فيش كتاب يغني عن كتاب شو لنا حقرف علوم القرآن الاتقان وقرش البرهان او قرى البرهان وقرش لا لا فيش فيش حد جامع كل حاجة للقرآن والصنة انما غير كده لازم يحصل فلتات ما مكان العالم دقيق او شوف الزركاشي قديه عنده دقة ما جابش كاي واخد بقى لك ازاي لكن جابها الامام السيوتي كاي بيقولك حرف له معناين احدها التعليل واخد بقى لك ازاي كاي لا يكون دولة بين الاغنياء ليه ربنا اسم الفيء اخماسا لله وللرسول ولد القربة واليتامة والمسكين وابن السبيل ليه كاي لا يكون دولة بين الاغنياء حتى لا يتداول المال الاغنياء بس الفقر ما لهمش نصيب يبقى ايه يبقى علل قسمة الفيء على هذه الاعداد الكثيرة من الناس ايه لئلا يبقى كاي بمعنى ايه لئلا ولئلا يقراها ورش ايه ليلا ورش اقراها ايه ليلا حلوة تقعي تعجب يبقى ايه يبقى كاي فيها ايه فيها معنى التعليل والثاني معنى ان المصدرية نحو لكي لا تأسوا ليه قال بقى هنا ايه في المثال دا لكي لا ما قالش تعليل قالك السلام هي للتعليل اصل اصل التعليل اللام اللام فاذا كانت هي للتعليل هنا طب بقى ازاي فتروح واخدها واخدها العلية اللام طب وكايت اعمل ايه تبقى كانهم مصدر ايه واخد بقى لك ازاي لكي لا تأسوا لصحة حلول أن محلها لألا تأسوا شفت بقى شل كي حطت أن لألا تأسوا تلاقي ماشي يبقى طالما تقدر يحل محلها أن واخد وقت بقى يسموها إيه مصدرية لكي لا تأسوا شل كي حط لألا تأسوا يبقى تحل محلها أن تمشي يبقى دي مصدرية شفت عملها أشعة مقطعية واخد بالك إزاي وتحليل وابتاع لحد ما يعرف أصلها وفصلها هذه الميزة ميزة إيه بس الأشعة بتاعتها أشعة عقلية أشعة زي اللي بنعملها على الإنسان عشان نشوف يبقى لصحة حلول أن محلها ولأنها لو كانت حرف تعليل لم يدخل عليها حرف تعليل ما يجبش حرفين تعليل وراء بقى أحيانا أن تبقى معناها كي لا أن لوحدها أن المخففة مستقيلة لو أنت فاكر زمان لما قرناها في حرف الهمزة أن تيجي بمعنى إيه كي لا زي إيه لا ترفعوا أصوتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط آه كي لا تحبط شوف أن هنا بمعنى إيه كي لا تحبط أو لأن لا تحبط تبقى لك أن تحبط عملكم وأنتم لا تشوفكم نخلص بقى كده خلصنا كم وكي نشوف بقى كيف كيف دي بقى حنقراها في البرهان وحنقراها في الإتقان لأن في البرهان وسحها قوي وفي الإتقان هنا اختصرها قوي فإحنا هنقراها الأول أولا كيف إحنا قلنا حرف استفهام عن حال الشيء مش كده برضو حال مبهم وكما أن ما سؤال عن حقيقة إيه الفرع من كيف وما ما بس عن حقيقة الشيء أقول لك مثلا ما يسري تقول لي إنسان مش حيوان يعني ولا شجرة ولا كرسي يبقى عن حقيقة الشيء ما يسري يسري اللي هو الفكيري لله هتقول لي إيه إنسان هقول لك من يسري تقول لي راجل مصري سكن في المؤطم بيشتغل جراح شفت جاب لك وصفه بره يبقى من تجيب لك التشخيص الهوية لكن ما الزهد فهمت وكيف الحال شفت بقى عندنا كيف ما ومن كلها بتسأل عن إيه عن حاجة معينة كيف عن حال الشيء ومن عن شخصه أقول لك من أحمد الطيب تقول لي شيخ لازر فهمت بقى إزاي يبقى لكن أما أقول لك ما أحمد الطيب تقول لي إنسان فهمت بقى عشان كده لما سيدنا موسى جاوب فرعون قال له ما رب العالمين فأجاب سيدنا موسى بالوصف ما جاوبش بالهوية لأن الله ليس له إيه ذات مدركة قال له ما رب العالمين قال رب السماوات والأرض ما رب السماوات والأرض إيه نسبة أنا بسألك عن إيه عن عن ذات الهوية ثم تجاوب لي بالنسبة عشان كده ما عجبوش ما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم إيه تعقلون قال قال إيه رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم تعلمون قال له إيه قال له إيه فرعون قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون مجنون يعني إيه يعني ما عندهش إدراك أنا بسأله عن الهوية يجاول لي بالصفة ما أخذ بالك إن فرعون ده كان فيلسوف ده كان مش أي كلام ده كان عالم من علماء أهل عصري ففاهم الفرق بين سؤال من وما سأل بمن في طهب من ربكما يا موسى سأل في سورة طهب إيه بمن وسأل في سورة الشعراء بما يبقى ده فرعون ده مش عقلية سهلة لا لا ده مش أي كلام العجيب إن سئلنا موسى لما جاوب في من بالصفة من ربكما يا موسى قال رب السماوات والعلمة بنومة إيه قال إيه من ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا ما اعترتش لما سأل بقى بما جاوبوا بنفس الإجابة اللي جابها في طهب كأنه جاوب ما زي سؤال من فجف الشعراء اعترد عليه وقال لا يا كاريوبين ده مش فاهم ده رسلكم الذي أرسلكم المجنون معاشو إدراك أسأله مش فاهم السؤال سيدنا موسى بقى في الآخر يقول لهم إيه إن كنتم تعقلون خليك عائل لأن الله سبحانه وتعالى ليسعنا ما هي تهياترعون فقال له إن كنتم إيه رب السماوات والعلمة بينهم إن كنتم إيه تعلمون قال إيه إن رسلكم الذي أرسلكم لمجنون قال رب إيه ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسلكم الذي أرسلكم إليكم لمجنون الإجابة الأولين بتاع فرعون قال إيه قال ما رب العالمين قال رب السماوات والعلمة إن كنتم تعلمون قال لإني اتخذت إلينا غيري لتكونن ها لأجعلنك من المسلونين وبعدين بعد كده راح مجاوبه تاني بالصفة تانية قال إيه مجنون وفي الآخر سيدنا موسى لما جاوبه إجابة ثالثة وكلها صفات قال له إن كنتم تعقلون إعقل بقى لإن مع الله من وما إجابتها واحدة وهي استسأل عن الصفات ما تسألش عن الزهد تفهمت بقى إزاي سيدنا موسى برضو فهيم أفهم منه تفهمت فيبقى عندنا ما بتسأل عن إيه عن حقيقة الشيئ وعن ذاتية الشيئ لكن من تسأل عن مشخصاته واخد بالك إزاي وصفاته وكيف تسأل عن حاله تفهمت بقى الفرق طيب وعلى شك كده لا يجوز أنك تقول كيف الله كيف الله ده سؤال باطل ما ينفعش أو ما رب العالمين هذا سؤال باطل برضو لإن ما برضو بيسأل عن إيه عن الزهد فبيقول لك كيف بقى اسم يرد على وجهين يرد على وجه الشرط وخرج عليه ينفقه كيف يشاء ينفقه كيف يشاء طيب وفين الجواب لما هو جايبه على ثورة الشرط الجواب معروف محزوف مقدر ينفقه كيف يشاء لكونه غني ولكونه متصرف ولكونه قادر فعلشان الجواب يحتمل حاجات كتيرة حزفه حزفه عشان تسيب خيالك بقى يعيش فيه فاخد بالك إزاي لأنه يحتمل حاجات كتيرة يصوركم في الأرحام كيف يشاء ايه لكونه بديع واخد بالك إزاي فيبسطه في السماء كيف يشاء وجوابه في ذلك كل محزوف لدلالة ما قبله القبل ده قبل بيبين أن ربنا سبحانه وتعالى له التصريف في الأكوان يبقى تأتي في معنى الشرط وتأتي في معنى الاستفهام وهو الغالب هي أصلاح حرف استفهام اسم استفهام يعني ويستفهم بيه عن حال الشيء لا عن ذاته قال الراغب وإنما يسأل بيه عما يصح أن يقال فيه شبيه وغير شبيه ولهذا لا يصح أن يقال في الله لأن الله لا شبيه له كيف لا يقال في الله كيف قال وكل ما أخبر الله بلفز كيف عن نفسه فهو استخبار على طريق التنبيه للمخاطب أو التوبيخ يقول ربنا كيف تكفرون وأنتم تتلع عليكم آيات الله وفيكم رسوله كيف تكفرون بالله وإيه وكيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم شفت بقى يبقى كيف تكفرون جات في العمران وجات كمان فين في البقرة وربنا لما بيسأل كيف تكفرون يقصد إيه التوبيخ واستبعاد إزاي الآيات الواضحة دي كلها وبعد كده تكفر وأنت عندك عقل فهم يبقى يقصد إيه التوبيخ والاستبعاد ولا يقصد الاستفهام على طريق التنبيه للمخاطب أو التوبيخ نحو كيف تكفرون كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشاهدوا أن رسول حق الاستبعاد كده الكلام اللي كاتبه إيه في الإتقان نجيب لك البرهان البرهان أقيل إيه في كيفة عشان تسترجع ذكرياتك ما إحنا قرناها زمان من حوالي سنة وأكثر بيقول إيه كيفة بقى في البرهان في مجلدة الرابع بيقول استفهام عن حال الشيء لا عن ذاتك كما أن ما سؤال عن حقيقة ومن عن مشخصاتك ولهذا لا يجوز أن يقال في الله كيف الدخلة بتاع الزركاشي في بداية كل تعريف أدق من إيه من السيوتي تهم وربما السيوتي مرضاش يعمل كده يقول لك إيه حتى لا يكون تكرار قال لك ما هو الزركاشي إيه مش علشان غابت عليه يعني لأن الزركاشي سابق عليه وهي مع ذلك منزلة منزلة الظرف فإذا قلت كيف زيد كان زيد مبتدأ وكيف في محل الخبر والتقدير على أي حال زيد هذا أصلها في الوضع جابوا الظرفية منين في كيفة كأن بتقول له كيف حاله الآن الآن دلوقتي فيبتسع عن حال دلوقتي دلوقتي دي دلوقتي يعني هذا الوقت بس المصيرين قالوا عليه ذي الوقت يبقى لما يقول ذي يقول لك دي فإن تبقى ترى المصيرين العامية فصيحة المصيرين في الصحاء واخر اللغة العامية الفنصرية فصيحة ما يقول لك دلوقتي يعني ذي الوقتي يعني ذا الوقتي هذا الوقت كلها الهاجات فصيحة يبقى ما بسعل عن كيف الحال معنى بسعل الحال الآن والآن دل على زمان والزمان ظرف يبقى في معنى الظرفية فيم تبقى المعنى وشكرا تقول لك يدل على الظرف وهي مع ذلك منزلة منزلة الظرف هذا أصلها في الوضع لكن قد تعرض لها معاني تفهم من سياق الكلام أو من قرينة الحال مثل معنى التنبيه والاعتبار وغيرها وقال بعضهم لها ثلاثة أوجه هنا أين لها وجهين ماذا كده الشرط واستفهام ماذا كده هنا بقى لك ثلاثة أوجه خد بالك أحدها سؤال محد عن حال نحو كيف زيد وثانية حال لا سؤال معه يعني أقصد الحال لكن ما قصدش السؤال زي إيه كقولك لا أكرمنك كيف أنت يعني على أي حال هتجيلي أنا هكرمك جيلي شبعان حلبسك جيلي عريق جعان هأكلك جيلي تعبان هنيمك فهمت إزاي جيلي زعلان هفرحك يبقى إيه يبقى كيف أنت يعني معنى على أي حال أنت أنا هكرمك لا أقصد حقيقة حاله يعني على أي حال أنت يبقى سؤال إيه كيف حال لا سؤال معه فهمت بقى ده المثال وثانية معنى التعجب المردود للخلق مش مردود للخالق لأنه ما ربنا يقول كيف تكفرون ربنا بيتعجب إيه من جهة الخلق لا من جهة علم هو لأنه ما فيش حاجة عجيبة على الله ده هو بيردها للخلق فهمت بقى إزاي هذا شكرا لك معنى التعجب المردود للخلق وعلى هذين تفسير قوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أموة فأحياكم وقال الراغب في تفسير كيف هنا استخبار لا استفهام والفرق بينهما أن الاستخبار قد يكون تنبيها للمخاطب وتوبيخا ولا يقتضي عدم المستخبر والاستفهام بخلاف ذلك زي أنت ما تشوف واحد مثلا بيعلي صوته على أبوه تقول له كيف تكلم هذا الرجل وهو أبوه بهذه الطريقة زي أنت بقى إزاي أنت مش بتسأل سؤال أنت بتوبخه تقصد بيها إيه التوبيخ وقال في المفردات كل ما أخبر الله بلوظ كيف عن نفسه فهو إخبار على طريق التنبيه للمخاطب أو توبيخ نحو كيف تكفرون كيف يهدي الله قوما كيف يكون المشركين عهد انظر كيف ضربوا لك الأمثال فانظروا كيف بدأ الخلق أو لم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده كل ده على سبيل تنبيه الخلق لهذه الحالات حتى يعتبروا وقال غيره قد تأتي للنفي والإنكار كقول كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله يعني يقصدنا إيه الإنكار ونفي أن يكون لهم عهد وكذلك كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشاهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات إذا كانوا هم كل حاجة عندهم واضحة وعقلوها واختاروا الكفر يبقى يهديهم إزاي إذا كان هم اختاروا الكفر فقيمت إزاي ولتضمنها معنى الجحد شاع أن يقع بعدها إلا كقول إلا الذين عاهدتم وللتوبيخ قولي وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله كيف تكفرون بالله وكنتم ممواتا فأحياكم وللتحزير شبت ليه كذا كقولي فانظر كيف كان عاقبة مكرهم وللتنبيه والاعتبار انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللتأكيد وتحقيق ما قبلها كقولي تعالى وانظر إلى العظام كيف ننشزها وقوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هولاي شهيد فإنه توكيد لما تقدم من خبر وتحقيق لما بعده على تأويل إن الله لا يظلم الناس شيئا في الدنيا فكيف في الآخرة وتأتي للتعظيم والتهويل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد أي فكيف حلوم إذا جئنا وقول النبي صلى الله عليه وسلم العبد الله بن عمر كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس وقيل وتجيء مصدرا كقولي تعالى ألم تر إلى ربك كيف مد الظل يعني ألم تر إلى ربك مده للظل فجاء كيف مد يقصد بها المصدرين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد وقتها فانظر إلى آثار رحمة الله بإحياء الأرض بعد وقتها وتأتي ظرفا في قول سيباوي وهي عنده في قولة على كيف تكفرون منصوبة على التشبيه بالظرف أي في حال تكفرون وعلى الحال عند الأخفش أي على حال تكفرون وجعل منه بعضهم قوله فكيف إذا جئنا من كل أمة مشاهيد شوف الآية الوحدة دي ممكن تاخد منها معاني كثير احتمالات كثيرة عشان كده جابها شاهد في كذا معنا فإن شئت قدرت بعدها اسما وجعلتها خبرا أي كيف صنعكم أو حالكم وإن شئت قدرت بعدها فعلا تقديروا كيف تصنعوا وأثبت بعضهم لها الشرط كقولي تعالى ينفكوا كيف يشاء يصوركم في الأرحام كيف يشاء فيبسطوا في السماء كيف يشاء وجوابوا في ذلك محذوف لدلالة ما قبلها نفس الكلام دي جابوا الصيوتي ومراد هذا القائل الشرط المعنوي وإنما يفيد الربط فقط أي ربط جملة بأخرى كأداة الشرط لا لفظ ولا لجزم الفعل وعن الخفيون أنها تجزم نحو كيف تكن أكن وقد يحزف الفعل بعدها قال تعالى كيف وإن يظهروا عليكم يعني كيف حالكم وإن يظهروا عليكم لا حزف أي كيف توالونهم وكده يبقى انتهينا من كيف في كتاب البرهان دي الزركة وانتهينا من حرف الكاف وغدا نبدأ في اللام اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما إِنَّ اللَّهُ أَلَيْكَ فَيُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وَغَفِرُونَ